نصيفكم تابعونا بالصوت والصورة على صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5 رجعنا نتابع الجزء الأخير إذن مع مخرج ملفت بعدة أعمال قدمه كان على صعيد فيديو كليب أو كان عبر المسلسلات وهو مسلسل واحد كان بجابته أثبت أنه الإبداع فيكم بأكتر من مكان ولا أكتر من وجهة وله أكتر من صورة وصوت ولكن البديره هو مخرج وبدأ تموته طبطل إذا فيها نقول هون في نقطتين مهمين بالحديث اللي قلت واندريا أول شي أنا مبسوط معكم اليوم أهلا فيك والإزاعة خاصة هون عند خصوصية لأن أول انت جاملتها في حياتي كان فيها الإزاعة بيه صوت لبنائم بس getting back to the music video The music video لأ بحاجة لا فيجول لا فيديو مثل ما أنت قالت طبطل موته هو موته ما حطبطل لأن أنت بحاجة لا فيديو تسوق له هيدا الأغنية صحيح بس بدك تقدر تعلل الستاندر طبع الموضة الترند تغير كيف تعمل معالجة الميزيك فيديو اليوم So it's all about بالفكر الفكرة اللي صرت بتاعت المدى مش الميزيك فيديو بس اللي بتكبع عليها مصاري So ممكن الفكرة تكون قوية ما يكون في بودجت كتير كبير لأن قبل كان نحكي ميزانيات كتير كبيرة كانت الميزانية بالرامة ألف وطلوة So اليوم الهدف أنا بالنسبة لي الفكرة مش الميزانية عندك فكرة قوية تقدر تخلق عامل أساسي لتسويق الأغنية اللي في نام يكون عم يطرحها تتساعد ببوش تعمل awareness أو توعية لها الأغنية اللي نزلت على الماركت متل ما بقوله صحي سوق الكليب وين صار هالية؟ تلفزيون؟ يوتيوب؟ ديجتال؟ ديجتال؟ صح كل شي ديجتال صح كل شي بالنسبة لي اليوم أول برايورتي كلهم بتلاحز هذا كله اليوم الترند اللي عم نقوله اللي بينحكي بينحكي هيدا الكليب أو هيدا الكنتنت أو النزل أونلاين شو عمل أرقام؟ شو عمل أرقام ببني عن ديجتال؟ حقيق الأرقام هم شي ديجتال؟ صارت الأرقام قبل ما كان يقولوا كان كتير الفنانيين يطلعوا يناقضوا الأمر الواقع يقولوا والله اي لأ مش أهم شي الكليب اللي بجيب أرقام أهم شي الأغنية بس لعبة الأرقام اليوم صارت بتساوي مدخول مصاري ما كان أصلا نفكر فيه الفنان قبل سو هلأ مثل ما بقوله يوم بعد يوم أكتر عم بيخلق قوام ناس عند الفنان كيف بيحول المضمون للميوزيك فيديو تابقوله زي جاب أرقام لمصاري والمصاري ربح بفوط له مصاري اللي جايبته للفنان اللي عادة ما كان يطلع مصاري منها ولا جايبت شركة الإنتاج اللي عم تنتج هذا العمل يوتيوب أو غير يوتيوب لأن مثل يوتيوب نحن كلمة سيفيورز بتحولوا للمصاري بما كان يحولوا وبتبقى صار بحول المصاري والفنان صار بحس لأن يفوط المصاري عجائبته قبل لا وقت كان شركة الإنتاج تنتج وتعملي كليب بينزل تكون خلص دور فنان بالمبلغ اللي متقاضى على مستوى الأغنية اليوم لا فيه باعتبارات الكونترايات والأقود اللي بتنمضى مع الفنان أنه بيطلع له نسبة من الديجيتال من المشاهدات كلا ومن بعد ما ينزل صار كمان الفنان عنده مصاري من الأغنية والمخرج ما بيطلع له هادي بعد ما هادي بعد إلا المخرج قد قرر ينتوج يعني المخرج ما بيطلع له من الموضوع بس أنه إخراج الفيديو كليبات شغلة كبيرة وليد يمكن كل غنية نحنا منشوفها دقيقتين ثلاثة في قصة بتنرسم قبل بتنكتب بكل تفاصيلها يمكن الناس ما بيعرفوا هالأشياء هالأدي تفاصيل بتاخد وقت الفكرة قديش تقريبا بتاخد وقت أنا بالنسبة إلي بيخدها من محور الأغنية ومن محور المخرج لأن في مخرجين اليوم يا بيحسوا بالأغنية يا بيحسوا بالأغنية أنا بالنسبة إلي ما فين اشتغل الأغنية ما حبيتها ممكن ترفض أكيد أكيد أنه لأنه ما فين يكون عم شكل أي عامل نيجاتب بدك تسمعها مليون مرة بخلاله بتصوير مش بس هيجي أي عامل أي عامل ممكن يكون عم بدر بالأغنية لأنه هالأدي في حقيقة بالشغل بتا واحد يجي يشتغل ميوزيك فيديو فيه ناس اللي عم بتشتغل عامل بس أنه أنا قدى بيطلع لربح من هيد الأغنية ما ميت بالنتيجة شغلك عملك مردودك مردودك مزبوط بس الهدف الأساسي أنت بتقرر أداة بدك تكون مثل ما بقولوا عايش بهذا السوق يعني أنا صاري إلى هلأ وبعد أني مثل كأنه أول نهار بلشت فيه واحدة وعشرين سنة منهم بس سهل وبعدك عم تشتغل أنا ما اشتغل بس ميوزيك فيديو بس ميوزيك فيديو هو كوميرشل برودكت يعني الناس بشفوه أكتر من الإعلان اللي بتشتغليه وهو اللي عايش بالنهاية كمان مش بس هيك لا لا بتشتغل الإعلانات بيطلعوا مصاري كتير بس بالإعلان ما بينزل اسمك اسمك ما بكون مضوي أنه هذا الإعلان أعمله فلان بالعكس الإعلان أكتر الإعلان أكتر ولكن الفيديو كليبات كمان يعني بالمؤارنة مع المسلسلات كمان مزبوط واشتغلت كتير برامج يعني هلأ آخر برنامج عم بشتغله كنت أنا هيك مع الإعلام اللي بوجهه تحية وصديق وأخ نيشان كمان على محطة الجديد كمان برنامج بالنسبة إلي عميل ريتينج كتير كبير اشتغلت البرنامج أول شي عامل أساسي لأنه حبيت إنه يكون في هدا الكولابوريشن أنا ونشان وتنطلب مني يكون بهدا البرنامج مش ليه برامج كمان للراسية مش فني أبدا بعيد كلين عن الفان مية من مية عن الموسيقى حتى بس هيدا هو التشالنجنج بالموضوع تحب الشي هيدا نرجع الان تحب الشي طيب أنت بحاجة لتحديات جديدة دايما وليد مزبوط تتطلع أشياء جديدة عندك أنا دايما أي برنامج بيجيني إذا ما في تحدي ما بيخدوه بس أنا مثل ما هل عبو لوندريه برنامج نشان أنا هيك في تحدي فايت كليا عن مزال عملك تسبت حالي فيه وهذا اللي صار أثبتنا كلنا كل الفريق العمل أثبت شيء وبالأساس الأساس هو اليوم نشان لأنه فات على عالم جديد ناس كتير تحدثوا وراهنت إنه هدا الشي ممكن ميسي نشان أنت كمخرج كيف حتيت بسطك بك برنامج؟ أنا بالنسبة لي أول شغلة هي عناصر أنا بقيمني دايما بالعناصر اللي هي اليوم بتكون مشاركة ويلي بتشتغل فيها كعوامل أساسية تطلع بأفضل نتيجة أول عامل الأساسي هو هدا الشخص اللي عندك بغض النظر مين تمام؟ وين موجود؟ بأي ديكور موجود؟ شو ألوانه؟ تطابق بصفات مضمون البرنامج والزيادة إذا عندك أنا بالنسبة لي اللي بقلو لنيشان عادة أنه هلأ أولا بنحكيها ما بقلو بقى اليوم بالنسبة لإسم نشان هو إعلامي فقط هو صار براند لقصة نجاح عاملة هدا البراند اليوم بدي يكون في عين مخرج عم تشتغل على مستوى براند موجود بهيك برنامج وهدا هو اللي بعمله نعم كيف بيطلع نشان بأي شكل بيطلع نشان كيف اليوم بدي قدر أنا عمل ماتش بالعملية الإخراج لا مضمون الحوار اللي عم يصير حسك بحقيقة الحوار لأنه المضمون حقيقي في موسم تاني إذا الله راض مفروض وليد نادا بتسأل إذا في شي قرابة مع الفنان جوزاف ناصيف لا ما في قرابة بالعيلي في حدا فنان كان عنده ميول فنية لا مش كتير وليد بسيرة المرامج كان عندك كمان ترب مع مروان صح صح كمان هالبرنامج بسا أنا بقول وليد بهالبرنامج أي ملعبه عم يعطي شي صح مع نشان بتفاجئ الخبرية مضبوط خبرني كمان على التجربتك مع مروان مي 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 بالبرنامج هيدا مي 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 بالنسبة للمفاجأة بنشان أنا هون بيلعب دور الإكسبرينس والإدوكيشن اللي عندك هي انت شخص اليوم اشتغلت حالك تعلمت معك شهداتك معك الإكسبرينس الكتير كبيري بتقدر تكون بموجود بملعب تقدر تحط إضافة عليه لعبة مروان مع مروان الخوري اللي بحبه كتير كتير وبحترمه كتير وبحترمه كتير وبحترم فنه كتير وبحترم فكره كتير وهيدا اللي بنقعد أوقات نحكيه بالكوليس مع بعض أحلى من أحلى تجارب الانترتين متل عملت أنا اشتغلت كتير انترتين متقبل مع الان بي سي صحيح برامج على مستوى كتير كبير على مستوى الوطن العربي على مستوى الرياليتي على مستوى الانترتين مت على مستوى الميوزيكل يعني من أكبر الميوزيكل اللي عملته كان دندنة مع الفنان والمايستو كتير كبير أحسان للمنزل كميرا من أجمل البرامج أنا عمل 66 حلقة منه من أجمل البرامج حاصل كيف هون بطلنا ميوزيك فيديو كيف بدك تحطي هالعواميل هيدا الهانك الروح اللي قدرنا حطانيه مع مروان خوري بطابع جديد المروان تلاك اللي بحبه كتير وعملنا موسم أول موسم تاني وكل موسم هو دابل يعني 26 حلقة ب26 حلقة يعني عم تحكي اليوم عدد حلقات كتير كبير وفيه مغنى وفيها مصبوط وهون كان عنده كمان خوف فيها كدريت وتقطيع كتير وفيه هون مد المعقولة عم تحكي مع فناني كتير كبير عبي طلع اول مرة بشي عشيشي عبي حاور لك الساقه كيف اليوم انت بتحب بتحط الإكسفيرينس تبايتك تطلع احلى صورة احلى حل احلى مضمون مع شخص مثل مروان خوري طبع عادة بس بالفيديو كليب او البرامج المسجلة بتاخده كتير لقطاته وانت بترجع بالمونتاج بتقرر شو بتضبط الاشياء لما بيكون شي ديراكت مباشر شو شو الفرق بالنسبة لالك قد بيطلع الادرينالين حلو ايضا السؤال عادة عادة انا عطو بتطلع الادرين الماعي مسجل او مش مسجل لانا بيشتغل بالنسبة لي باحساسي الفكر تابولي احساسي شو بيقول هيك بيشتغل بس معيك حق مية بالمية اللايف بقوله بقوله عنده وارده اللايف هو شغلة انا بالنسبة لي هي زيتا بس اهم شي يكون مستوى الاتنشن عالي مش بس عند المخرج عند كل فريق العمل تاقد ما فيك تخفي نسبة اخطاء ممكن تولد ما فيك تقولي هيدا الغلاط انا معي ما عشي لحقوله الاول مرة وهيدا سوربرايز ساجلي لح يكون الاول مرة بالمبدأ نهار الاربعة انا هيك لحيرجع على الهوى بطريقة مباشرة مع العلم كان كله مسجل هاو ثلاثة حلقات اللي بديو طلعه قبل مفروض كم حلق انا ثلاثة مفروض ثلاثة او اربعة حلقات قبل ختام الصيف للموسم الجديد هيدا اول مرة بتنقال وهيدا هلأ عم بتنحكع بالكوليس وانا عم بقولها بغض النظر ممكن ناس تزعلوا مني بس انه حدوة اليال انا هيدا تحدي كتير كبير واللعبة اللايف الاساسية هي لعبة لكل فريق العمل يلي هني اليوم داي دريمز يلي هني اليوم نشان منتجين العمل وطوني سمعان كمان يلي هو من الاشخاص وضع الاساسي بالاعداد بهذا البرنامج والمخرج لا بضاعي كمان عندك مباشرتين بالفترة بالفترة الجاي بياف انت كمان تبتون بالاخراج هالمهرجين الضخم اختياركم كان هالسنة على صحة الشهداء الى رمزية طبعا عندها رمزية وعندها مسئوليتها وعندها كيف اليوم الرمزية موجودة فيك انت كمخرج تفشل هالرمزية او تنجح هيدا الرمزية وهيدا هو بتلاقوله صعوبته مش كيف التنفيذ صعوبته اليوم يكون هالأتنشن حسب محضرتك قلت لانه هاي المسئولية كيف بأحلى صورة بنا نطلع هيدا النقطة من بيروت من وطننا اللي انا بالنسبة اليه بعضه ايماني موجود مش هيك بعضي موجود بهذا البلد هلو مظبوط ثالث سنة ثالث سنة كانت زيتونة باي مع لي من جيم والبوت فات بالعرض ثاني السنة كانت بداونتاون بساعة النجمة وهلا هده السنة اليوم بساعة تشعر بلاش تتحدى الافكار بلاش ترسم كيف تخيالت الصورة مية بالمية بس بعد في كتير تحضيرات لانه كل هاي كاليه جديدة كل هاي كاليه جديدة مبنية على عناصر أساسية دايما انا اي بليف بالالامنتس كل ما الالامنتس تكتمل كل ما تقدر تعمل شي حلو الالامنتس الديكار الاضاءة السيت اوب كيف يتحركوا كل الناس وين فوتوا وين بيطلعوا هيدا الشي يعني طيب اذا انت قلت ان واحدة وعشرين سنة بهالمجال كم فيديو كليب تقريبا دايما اي دايما نقول خمس بيو خمس بيو خمس بيو خمس بيو خمسين يعني تقريبا اي يعني خواله ستمية اي دايما مؤخرا بعد عملك تاكت شعب بياف انا لفت المكان لانه كيف راح تقدروا تاخدوه كيف راح تساكله صحة الشو هدا تمثال اكيد راح يكون الخلفية بفتكر اي انا عندي تخيل مخرج مش هي هي هيك الصورة ببدون جميلتي يعني انه شي طبيعي كنت تنساله لا تكون معك سريح بعدنا اليوم بديفرنت تاست للسيت اوب يلي هو ميزانسان كله كيبوت يركب في ديفرنت تاست وقال هدا طلبتو ديفرنت لاي اوت تاست على اساس وهون مع العلامة اكيد موجه تحية لكل الكوميتي وعلى رأس دكتور ميشيل ظاهر بهذا المهرجين لانه كل سنة من تحدي لتحدي اكبر اشتغلنا مع نجوة كرام كسر الدنيا كسر الدنيا مرعون ابو العشق بثلاثة دقاية بخرج عظيم مثلك نجوة كرام نزلوا عشرة الحامرة صوروا وفنوا شو حلوي هالبساطة هالقادلة بسيطة مثل ما احنا نشوف بيها قبل ما نفوق بهذا الكلمة كلمة صغيرة بس انا مثل ما اقولوا شغلة مع نجوة كرام الفناني كتتحبها كتير وهيدا هون صداقة الفنان لان احنا وقفنا شغل مع بعض مش الشغل بس اللي ربطنا مع بعض لانه حتى الانرجي بالنسبة له البوزيتيفتي اللي عندها يا نجوة في كتير فنانين موجودين بس كتير قليل الفناني اللي عندنها كتير قليل الفناني اللي بتحس انه انت فيك تحكي كلمة بس وتمشي هيدا بعتقد العوام الاسي اللي نجح يتعمل مرون ابو العشق وهيدا اللي نجح العمل يلي هو اول عمل عملته مع نجوة كرام كان فيه تحدي هو ثري دي ستيريسكوبك على صعيد الميديل ايست كله ما حدا عمل ثري دي ستيريسكوبك ونعرض بالثياتر وجهة تاني كليب كمان كان فيه لو بس تعرف هيك درس ماي كله جرافيكس كمان بدك فنانين نيوس افيك تدقى تشتغل هذا الشي تا فترة ما اشتغلنا مع بعض اجا مليون ابو العشق عمل البوم والبوس طبعه بمكانه بزم بالزمان وباللحظة طبعية اللي اطلاقه نجوة اذا بقول اليوم نجوة هيك بلا بلا القاب لانه هي انا بنسمع الفلنان كتير كبير ومنخترف ومنفتخذ فيها اسمها بكفي اليوم تستخبر شي للناس عم يسمعونا سر حلو انه هيدا الفكرة كله مع نجوة كرام اختي خمس دقاي تفسرت الله اياه بخمس دقايي هيدا الشي هيدا الشي كتير حلو ما فينا اقول لك احساس المخرج وتكون احكا مع الفنان بهيدا المنطق هيدا المنطق بيقع على شغلتان قدي الفنان بيكون عنده عمديك ملاحظة ابنك مخرج انو ساعة بيخلط لك قدريت وهيك ولا وصل للملاحظات قدي الفنان بيكون عنده سقة بالمخرج قدي الفنان محل وبيقدر المخرج يكون عنده سهولة بالتفسير تغري يلتقوا بموجة واحدة خمس دقايي قدرنا الفكرة وصلت فعليا نجوة دقيقة وبيكي وبتفعل وبتدقق ومن هون كيف تبين نجوة والسر التاني اللي ما حكيت بعد عنه انو نحنا صورنا هادا الكليب بلا اضاءة يلي هو عادة فنان بيحجم نجوة كرام بيكون قرية عم ينطلع اضاءة بس انا كان عندي البديل واندي الحل مش انو بلا اضاءة كان ما في اضاءة بسموه artificial lighting خلقنيها انا اشتغلت على ال daylight بس انا نزلت يومين بنفس الوقت اللي بدي يصور فيه والزمن اللي اعطيت ايه الكل اللي كانت نجوة موجودة كيف الشمس بتصير ورا كيف بقدر اضوية كيف بقدر اخد انا stop معين على الكاميرا عم نحكي شوية technical بتقدرت اخد stop حلو نجوة لانو الوقت الزمني ثلاث ايه مش بثلاث ايه بتغير الضوة عندي بيخرب لك الدنيا سو هدا كله عنده عوام اللي يصورنا بهالفترة الزمنية مش انو بعد ثلاث ايه بعد عيدة بعد عشر ايه تغير الضوة ما فيه مشاهد عبعض سو كان كل عنا فرا عشر كاميرات بنفس الوقت بنفس اللحظة كله كله بنعمل له sketch كيف بديو تحرك والفنان الفنان الرائحة كانت اعمل له sketch ما بتعرف الارض هي طلعت انا اخدت لها روف طب بيطلع على الحمرة فرجعتها real كيف فرجعت على الورق كيف الماب كيبها تحرك وقلت لها ما تعطى الهام لأي واحد بيقرب بيكون يمكن ناجاتف وهدا شيء لما صار لانو الناس رائعين رائعين كانوا الناس هدا كل شفناها حقيقة كله كله حقيقة حتى ناس بقولوا ان الولد الصغير فات صوت بتشوف كله كله حقيقة قلت له مش مستحيل الولد يفوت كله حقيقة بس تكونوا عارفين بفوت كله حقيقة بس تكونها كمان صريحة وشي او امر بيحكي عنه كان ضمن الناس ماي تيم يلي هو البرودكشن يلي مغطى نقاط معينة حتى لسا ما حلا ما يصير معنا شيء نحنا خارج عن طواقعات بيفوت بيفوت مش بطريقة حتى اجراسيف هدا كان طلب الاساس لانا كان بين العشر كاميرات بيزار بتليه ضائع بمطنيت يعني ايه ايه شي جنون يعني بقى الكنترول كان كتير قوي انه لسا ما حلا صار شيء خارج عن طواقعاتنا ينحل بطريقة ناترل وهدا اللي صار في حدا مسلا من فات عم بسكر عنا جوا بالكاميرات فات حدا من التيم عابيل اسمعه صح عابوه بطريقة راس وكما نتصوير ها اوه و حاول كفاية ها ايه حلمين هالتفاصيل ها لما صرنا بدنا نشوفه من غير منظار ايه الكنترول الكنترول كان الحمدالله كله منظم و برجع بقول في ناس حكيوا كتير سكروا في نقطتين بدي حكيوون معكم مهمين كتير عن النجوة اليوم حديث معنوان لاول مرة ايه لانه هيدا شيتك معك سريع انتريت تعرف انتا انا بحب ارفضلك ابدا طالبتك أكيدني ما ترددت أبداً كون معكم بالإنتربيو وهذا الحديث ما نحكى قبل لأنه في ناس طلعت انتقادت أول شي تسكير شارع الحمرة وإنت ما ردت بقى ما تسكر أبداً هانيا من اليو اس اي بتسألك أخدشي أبروفل من السيتي أكيد أكيد ما فينا أبروفل على كل المستويات أبروفل حتى نحنا اليوم بالنسبة ل أنه بدكم في موافقات موافقات أمنية حتى مزبوط من أمنية من البلدية من السير واللي بلاحظ بالإخر الميوزيك فيديو بشوف كيف أورادي في أشخص من أمن الدخل الدارك عم ماشي السير يعني مثل لأنه عارفين لأنه أنا وتقلت لقلته صار يعني أنا ما قلت لديه وسكرت عشي داي أنا لقلته احترمته وصار على الأساس أن عطيت الأوكي شو هتحدة أنه أنت لقيت ضو النهار يعني أي غلطة مية بالمئة بدأ نطلت لتاني يوم مية بالمئة هيك بدك تشوفيها مع غير مخرجين ممكن بكل تواضع وليد بنهار واحد ثلاث دقائي ثلاث دقائي مش نهار واحد حتى نحن حضرنا الساعتين على الأساس أما توصلنا شواء إيه بس إنه نهار ثلاث دقائي مونتاج ما عدتو حتى نهار تاني حتى المونتاج هيدا أوتو وسحروا هيدا الكليب كان بطريقة حتى الصحافة اللي دقتلي ملحقت تنزل لأنه أنا ما كان أصدي حتى الصحافة تحكي عن الكليب أنا الناس هي عملت شي اسمه بيسموه أوتو لهيدا الناس ما بتعرف في ناس كتير بتعرف بس إن الأشخاص اللي بتنتقد هيدا اللي قاله ناكي بتوين هلالين يعني تبرو حالو يسمعهم هني هذا اسمه فيرال فيديو فيرال فيديو هو الناس اللي صورت وهي نشرت صارت الصحافة تعرف من الناس إن أنا كسرت المعادة اللي عادة أنا اليوم ما بتنعمل دائما نحن من خلال الصحافة من خلال النيوز من خلال البرامج الفنية منعرف الكليب ومنعرف شو فيه بروجرام لهيدا وقوتو كان ينزل بعد 24 ساعة وهذا اللي صار كان عندنا تيب بتير كبير خدنا دغر الكونتنت مزموط ما نمت طلعت وهذا تضمن الاعتبارات لديزر أطلقت الأوديو بعد 24 ساعة ما نزل نزل الأوديو أربع ساعات نزل الكليب كنت أنا محترم مية بالمية الديدلاين بالبلان اللي كله كان من قبل كله مبرمج وكله مخططه صورت بثلات دائية مثل ما قالت لنا السلالة ساميرا المونتاج كمان أخذ بقث لتدائية لا المونتاج ولا شي 30 ساعة لا لا المونتاج 24 ساعة كان خالص بعطوا لنجوة بعطوا الشركة توتانا تمت الموافقة عليها دغرنزل لافي عم تحكي عن التقليد صح حركش شوية ما فيني ضلعي ما فيني كتير ضلعي وقلنا هي تقنية معتمدة بس لإنتج جديد عملته أنه نزلت مع الناس الطبيعيين صورت معهم أخذت ردود فعلهم الطبيعية يارا صورت كليب عامل فيه شوفير التاكسي كمان ماشي بهالطريق ومع الناس الطبيعيين نلتقطي تال لحظات الطبيعية حلو مفروق مفروق شل لكون حلو أنا يارا بحبها هون بقول نقطين بس هل تعتبر حالك فتحت خط جديد بالكليبات مش خط هيدا ترند برافا لأنه عملته ترند أنا بلشت فيها بهاي الطريقة لأنه برجع بقلك الفلاش موب موجود وبدأ يقول تحية لأنه من يومين كتير تلاتي عم صور معها مثلا الفرسان الأربعة الفرسان الأربعة عملوها بالمطار بس بتتطلع عملوها أول شغلة سهولتها إنه كانت شيء اسمه مسكرة بالمطار طيارات طيارتين بالهوا طاروا بالهوا عم يلعبوا تقدرت أخذت البدية لأن كان عندي هدف أنه صور جمالية بيروت بالنسبة لفناني يا رب وجدها تحية إن شاء الله الكليب يكون حلو بالعكس بس ما فينا نقول إنه اليوم هلأ قررت تعمل لأنه أنا فتحت شهية بترند معينة أي حدا أنا بيعمل لازم يكون فيه كريدت لكليب نجوة كرم أي حدا بيحترم الكهل وشغط لك لأنه أنا فتحت فتحت إكسبوجر بمعالج ومعينة وأليos بس يا راه أنا بق structure وما بعرف مين بس أكيد هيكون جهز كتير كبير من الناس حتشتغل بدسم mentality لأنها حسن بقلت لك عندي برات الهوا هذا زمن الفكرة لأن هلأ يارة أو غير يارة بحجم يارة إلا هلأ الفكرة أبا نزلت نجوة كرم ما حدنا بيعملها بس اذا انت اشتغلت مع الاي بلاس 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 بتل نجوة كرم اي فنان تاني نجوة عملها نجوة بحديث خاص بني وبينها قالتلي من يوم رايحية راح اعتمد هاي دي البساطة ميلمي شايفتها عدي احيان لا احيان لأنه النجوة هي بروحها بتحب الناس هدا هو انا انا عملك كيف قلتلي عقاويته يعني انت بتحب الناس غير نجوة فيه كان فنان هلا ما بدي فوق لعبة الاسماء ممكن ممكن تكون رائعة الفكرة لقلهم يعني بقول مسلا انا ننسي عجم بحبه كتير ممكن تكون عم تعمل شي ننسي بجنون يعني مسلا انا عملتش مرة فيديو بدنا نولع الجاو غنية حلوة ننسي رائعة بحبه كتير بس ننسي هي من الاشخاص كمان ممكن يكونوا بمطرح كتير قوي وانت عم تقول نجوة قلتلك هيك لان انت لها نجوة ما نعمل بس نفس فكرة في كتير بعد افكار ما عملت قلتلي بالحرف الواحد بدي اعتقدت هذه الطريقة وهي البساطة اللي اعتقدت فيها وليد عندنا نجوة فكرة رائعة وعم تتخطط هذه الفكرة وبرجع بلك اي حدا اليوم بيحط اسمه بنفس خط او نفس البراجراف مع نجوة كرام بدي تكون قصة نجاح مستحيل نعم هلأ هانيا بتبعنا على طول من الولايات المتحدة هي صيدلانية وهلأ بيكون يعني دوامة وبتسهر معنا بالنسبة لقلع ليل بتقول انه كتير خلاقوا مبضع لبناني شكرا مرسي طيب خلصنا كليب مالون ابو العشاء انو وعدنا بكتب كتير حلو وين صار الكليب بتقلي عم نشتغله وعم نطبخه نجوة لطاش يتروتانا انو حلح الحوة اللي اتاخل الكليب شو صار لا اذا بتلاحي اذا بتنتبه بها الفترة كان قريبا شهر رمضان المبارك بس كان فيه كان عم نحط جدول انو راح يتصور ويتأجل 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 مش يتأجل صار فيه تحضير معين بس الفكرة فتنة بشهر رمضان صار فيه متل ما اقوله تنزيمات لحفلات عم تسير صار فيه تأخير انا هادا تأخير لانو بتحكي عنو نجوة هي قلته بس نجوة بالنهاية هي وشركة روتانا وحتى انا بعتبر الحالة ببيت واحد لانو اليوم قصة اضمها روتانا مش من هلأ من زمان بس يتأخير شوي بس نجوة هلأ حاليا لانو شيز فولي بوكت شي شهرين لا لا مش شي شهرين فولي بوكت حضرنا نحنا الجزء البارت اللي لازم نحضره بس نطرين يكون البرفكت ديت بهمني تكون نجوة تكون مرتاحة بيكون هو نهار التصوير يعني كمان نفس الفكرة ليه ما عمشوفك بمسلسلات مرة واحده وما كررت انا عملت مسلسل عنده مثل ما بقوله خصوصيته هادا المسلسل جريمة شرف جريمة شغف شغف افواد شغف كان عنده خصوصية معين هادا المسلسل في ناس حبيت ناس ما حبيت ناس انتأذيته الهو شي طبيعي بأي بروجيكت بينعمل على كل المستويات في عندك النقاط اللي ما لازم ينتقدو بنتقدو بس كمان صفا موجودين بالمجتمع ما هنتقبلون يعني بقى عبتفتح هلاك حارب اليوم هلو الكاميرا بش لا عادي عادي شوف الرياكشن ايه انا عادة ما بحكيت بك تحكي الحقيقة بك تحكي الحقيقة تمام بقى بقى في كزا ابروتش ل من كزا حدا مش هي مسلسلات بس انا اليوم عندي هيك اطار خاص عم بحاول اشتغل عليه وعم بيشتغل عليه هو اكتر يكون المسلسل مش بس لا تيفي اصص اكتر بالاونلاين لان انا كمان اكسبرت بالدرجة بالاونلاين بتشوف هيدا المستقبل هون وخلص تيفي ما بقى فيه 100% وهيدا اللي عمت نجوة كرم يعني اليوم اربعين مليون عمل لي ميزيك فيديو غير فنانين بحاجة من نجوة كرم صور ونزله وعمل اربع مليون لانه صارت لعبة ارقام ما بدي اربطها بالقرام بس الكليب لانه الناس هي اللي عملت الماركتنج كيف من روح منجح مردها الاجوة كرم هي سوقت له له صح صح اهيدا هو الترند اليوم بجريمة الشغف تعتبر حالك فيشلت كمخرج مسلسل نجحت كفكرة مسلسل كمخرج مسلسل صار في معاك قصص كنت انت بتفضل ما تصير بس انجبارت انجبارت تعمله انجبارت فيا سعى شوال العمل قديم بس لانه ما عندك غيره يعني كمسلسل أنا بالنسبة لي أكيد أثبت حالي كمخرج على مستوى كثير عالي عم بحكي منفرام نص في مشاكل بالنص كتير كبيرة تمام مع أنه هلأ ممكن نرجع يفتحوا بب بس ما في مشكلة جاهزين يعني هلأ طلعنا برطة وجاهزين من مرة عم أشوف النواضي النص أكيد لأنه النص ببعا ما تسكر جان فتح وتعالج وهون في مشاكل بتصير بتصير عادة بديتحمل المخرج كان عندي تعقيب كتير كبير أنه كان فيك بلاحظة من لحظات تقول لا لأنه يا بك تستسلم يا بك كامل صرت أنت اليوم بدك تعرف كيف تمشي بين زي بدك الأمور الخطوط الحمر اللي عم تنحط تفرض عليك لأنه أنت اليوم كمخرج تتبع له إنتاج معين هن اللي بيكونوا عبيخدوا قرارات بك تمشي فيها فهي دي واحدة من المشاكل اليوم اللي كتير ما بحبه عليه لأنه في أمور أمر وقع يفرض عليك بالمسلسلات عادة أنت بتكون مش هدهي لا اللانجوج ولا أديكيش ولا ولا تعطيكي أصلا على مستوى الشخصي مع الناس يعني بتصير مش أنت اللي بتحس أنه أنت فعلا ربين السفينة وماسك فيه شروط كتير عابتون فيه مظبوط مظبوط معك حق لأنه بالنهاية بحس أنه المخرج عنده دايما معين فيه اليوم مخرجين لا ما عنده بس الانتاج على طول بيتدخل وبكلمة أول الكلمة للمنتج أو للمخرج بالنهاية أنا بالنسبة لي بالدراما المنتج هو العام الأول كدراما مش أنهيك رحب على الكليب تتكون أنت الأول لا 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 مش هيك أنا بالكليب منه هلا الكليب صلي عملي كواند عشرين سيناء ومعروف بشتغل داعيات وشتغل برامج بشتغل أونلاين سلسة سنين مع ملتي ناشنل براند كل مدل إيست يعني وهو من نسبة لي الى الفيوتور وهلا عم بعمل دراما بس عم بعمل دراما خلال الأونلاين عندك تيفي أونلاين صح ITV.TV رحت على أونلاين لأنه هيدا المستقبل لأله بس شو الفكر اللي بقتطه بهيدا الشي فكر وليد رح نشوفه هون ولا رح تعطي شيء الفكر هو فكر جديد نحن اليوم بأفكار معينة في ناس اليوم بيكتوقع تفسرلون ما بيأمنوا فيها ممكن أنت تبيع على براند لأنه هيك بالأونلاين بيشتغل ما بيشتغل بس مع منتج ممكن يكون نسميه منتج بس هو بيكون براند عبد يدفع مصاري مش شخص أو شركة مهم شخص يمول هو التمويل التمويل بالأونلاين وتشتغل أونلاين بأفكار كبيرة ممكن تكون عم تعملها عبد تفصلها على صعيد منتج معين مش منتج منتج معين هو اللي بيدفع مصاري بس تكون عم بتقدم فكري جديد عادة مش موجود بعالم التلفزيون هذا الفر بين المنتج والمنتج وليد نصيف المخرج تابع عادة الأعمال التلفزيونية مسلسلات صح أكيد بتابع كل شيء بتتابع بعين المشاهد أو بعين المخرج أو الناقد لا مش ناقد بعين المشاهد والمخرج ما بنتقد لأن بعين المخرج بشوف المخرج المشاهد قيه بقول أنا هذا اللي عم بيحضر ما حس هذا الشيء شوش كيف رجال للناقد ايه بس من ناحية الناس كمشاهد نسبب أنا بحط حالي محل الناس طرقين من رمضان مجموعة أعمال صحيح خمسة ونص بروفا انت مين الهايبي الحصاد الكاتب وكتر غيرهم شو شفت إخراجيا شو حبيت أكتر شيء؟ وين لقيت الأوفر كيفي أوفر من إبرا المخرج أو فرش شوى إذا ودك على اللبناني ايه مثلا بخمسة ونص أحكي عن فليب أسبر انه انه كأنه قدام كليبش قدام مسلسل ببعض المشاهد لا حرام حرام ينظلم هذا الشغل أنا حبيت حتى يعني حبيت هالشعطة اللي عملها بمسلسل واللي ما كانت منتظرة انت كمخرج كيف شو بتقول؟ إذا بلحكي بطريقة جانرل بحس إنه في حصص معين لكل مسلسل مش في مسلسل تفوق على كل المسلسلات هيدا رأيي بقول إنه كان في عظم بالمسلين كان في عظم بالمسلين بالمسلسلات مين أكتر؟ يعني الربح بالمسلسلات هو المسلين اللي عبوا بالمسلسلات الربحين من أكتر شيء رفيق علي أحمد يعني شو بديو يحكي واحد بتفتخر إنه أنت لبنانية بمسل متر رفيق علي أحمد بتفتخر إنه أنت لبنانية بمسل متر الأحمد بتفتخر إنه أنت لبنانية متل تقريبا جزء كتير كبير من المسلين اللي كانوا موجودين أنا بالنسبة إلى نادين جيم بحبها كتير نفتخر إنه كمان عنا مسل لبنانية هيك خصلا برمضان الكمبيوتشن برمضان كتير كبير سيرين الحلو في حسستنا كأنه شو اسمه الهيبة مش الحصاد هو جزء ثالث هذا حساته مع سيرين حساته كأنه عنده جزء استقلالي This is very important كمان إذا نتوده المخرج للمشهد الأخير على الأخيرة وهالقويس الفرد مرة ميت كل عالم فرد مرة وفي جزء رابع هون جنون الأوقات بجسده السكريبت رايتر والمخرج بده يكون عبعيل جوا بأفضل الطريقة وطايم حسن بقد نظر أنه اليوم نحكي عن المسلين اللبنانية كمان تايم حسن بالنسبة لي رواعة يعني أنا عملت له تويت كتير قوي لأنه رواعة بحبه أنا كتير ورد بأسود حضرت ورد كمان واجلت أحيي لأنه كان صلنا فترة ما شفناها شفناها حبيت الكمفلكت بالشخصية مع أنه دايما بيكون أوقات حتى الممثل ما بيكمش من الأول للآخر بسم غنية في ناس كمان عامل توست كمان بالشخصية مع أنه في مطارها بتحس وهو أعلى بطريقة تويتر بتقرأ كمان بين بين السطور بين السطور أنه ما في كمان مسلسل يطلع بس على كتاف نظبوط ذكروني بالأسماء بلك يعني أنا أنت مين أنت مين دا أقلك شغل إيه أنا بالنسبة لإيه أنت مين يعني كله رائع كله كله بيشبهنا يعني حلو يعني نص يعني نص كيف يكتب بيشبهنا يعني إلنا زمين ما شفنا النص بيشبهنا والممثلين كله 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 بلا استثناء تمام كارين رزق الله رائع عمار شرق حبيبة شاربي 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 الزيادة كاركتر عامل توست آآ أنجو ريحان عامل الشي جديد كله 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 رائع كله كله حتى حبيت كمان التحقيق العملتها الأم تيفي رجائت استقبلت وعملت وهذا عادة ما منشوفه شفنا هذا جميل مثل سباشل عملت على المسلسلات هذا تباله للمسلسل المسلسل اللي عرض على الشيشي هذا مجرد هذا مجرد جيد يعني بس هشفنا سامر برقاوي فليب أسمار إلي حبيب اكتار رشا شارباجي مين لفتكة مخرج بدي أقول شغلي كمان سوريا عمسلسل عابد فهد والسفاقي الصليبة أنا حضرته شايف لك حضرت كل شي أنا بعمل جدري بتلحق وما عم بحكي كانت حابة بأكتر فوت على الماركت المصري ما قدرت لأنه وقت مسع محلي ما حيث ما فينا عم بشتغل على العم بحضر العم طارد المحضر عابد فهد أيضا هذا من المسلسلات اللي حبيبته كتير مع أنه هيك شوي توست هني هني أكتر هني أكتر بكتر أتبعهم بعدين ميوية ما بدي أكون ظلامة حدا ما زكرت اسمه مشانيك قلت أنا اليوم في الكاتب رابح الكاتب حبيته قبل سنت الماضي أكتر باس الخياط وحتى دانيلا حبيته سنت الماضي أكتر أنا حسيت ما أدروا شيروا المسلسل لحاله دانيلا يمكن بعدين كيرتا يأخذ بطولي مطلقة سنت الماضي كان عنده كان معه باسم وكان عنده الممثل السوري شاطره كتير راح اسمه عن بيلي هلأ كان فيه دعم حدا ميمي لا لا أنا بالنسبة لك كان ما كان لازم يكون نفس الكابل التاني مسلسل هايدي أنا من مفرسبيكتوف كمخرج وكشخص بيشتغل كمان كمنتج بكتير أمور عنديها بانتجها وبعملها بالأونلاين بالبروداكشن عندي شركة انتاج بقول أنه ما كان لازم يكرروا نفس الكابل بالنسبة لألك يعني إذا نحنا اعتمدنا سونئيات معينة منكون عم نكرر هوني في تكرار لا لا مش بالضرورة يعني فكرة السونئي تكرار وما بتحبها مش ما بحبها لأنه شخصيات بتانجو أنا بنسكري مسلسلات حلو هنا زيتهم نكرروا عم بعطي مثل صغير كرروا عم بقدر بعد ما راح من راسي الكالكترايزيشن تبقولون بنفس تويست مش بس أنا الناس وما كانت بالقوة اللي اشتغلت في سنة الماضي حسيت أنه ما كان لازم يكون هلا كابل ها هيدا شي ضعف بحس أنا هيك بحس مع أنه كمخرج شاطر كتير يعني مع أنه أنا تبعين ما بعرف عصائد شخصي أنا بحكم كديركتور شغل إخراج حلو كتير يعني وفي لي بأسمر تبعين ما نظلمو كليب أسمر مخرج لبناني بيشتغل الدراما تفوق بكتير لا عنا عدد عن جد حتى ما حدا يطلع يحكي أنه كليب ما كليب مش غلط يكون في تويست سينماتوغرفي عالي عم تواصل المسج بطريقة ميوزيكل لا لا بالعكس أنا كتابت دائما واحد دائما بيشبه لكليب غيو كتابت أنا على تويتر أنه اللي انتقدوا المشهد أنه يا جماعة مشوف أعراس الرجال الأعمال وولادهم بالمغرب سبع اليالي بيكان جمعة وسبات يام بيحترش أنه صايرة أنه هم يكونوا رجل أعمال استعمل رجاله والبروباقاندا اللي عنده طيط لبها يعني كانت تلويني حلوة بالعمل يعني طرت له جو للعمل إذا بدك بدي أرجع على سعيد الإخراج يعني كتار ذكرتهم قبل شوية مين بتعتبروا اللي كان هيكي إذا بدك الخرق خرق لقدام لفتك مخرجين يعني خرق الصفوف من أعمال رمضان رشا وسامر برقاوي سامر حن بدي أحكي بدي أحكي من منطلع فليب أسمر وكتار ما في خرق بعتبرك الكمبوتشي نفس الشي لأنه أنا لأنا لك ما في مسلسل كامل متكامل ربح في مسلين لو في مسلسل كامل متكامل ربح كان فيك تقول له هذا المسلسل لأنه تخطى يعني مثل مثل أول مرة أول سنة عمل هايبو تاني سنة حكيوا كتير عن الإخراج تمام بس كان في دور للمسلين هندا خضبت المسلين كبيرة هنشاء لأول حلو بس هيك تقول بس مخرج واحد خرق عن غيره صعب كتير لأنه تكون عم تحكي عن شي لا لأنه كان في شغل من كل المخرجين عم تشتغي كان في شغل حلو حرام تيجي تب رأيك وليد نحن عنا يعني طبعا المخرجين كتير قوية بس كإدارة ممثلين ما بتحس أوقات في عند البعض في شوي الضعف ما منحس عنا أوقات إدارة ممثل يعني لما بيطلع ممثل وبيقدي أوقات بشكل بتقول وين المخرج ما شايفه أنا كنت بقله أضغط كيف يقدم هالدور هلا هيدا مقصوب جمالا عم تصير هدا ترند هلا وورد وايد وورد وايد بتصير أنه المخرج هو اللي بيعمل kind of الاكتنج الاكتنج اتتتو وكذا والبلوكين كله للمثل شو بدي يعمل باللبنان هلا عمطن أصم أوقات المخرج بيعمل كل شي تمام وعندي كمان مخرج وعندي كمان بيكون حدا ينبكون بيسموه أكتنج كوتش بيكون عم يعمل الاكتنج كوتش للمثلين على الأرض حسب النص بس قاعد هو المخرج بنفس الهانج أو المخرج بيفسر له كيف بده المشهد هو بيهتم بيكون مخرج عم يهتم تكنيكي حسب وفرة الانتاج أنا بالنسبة لإذا أي مخرج عنده هذا اللاك أنا مع أنه يتعلم أحسن لأنه بحب المخرج هو يحس هذا الأحساس كله لأنه المثل هو أدات للمخرج قدام الكاميرا بيقبلون نجمات ونجوم هالملاحظات والله الإيجو عندهم مرتفعة أنا كولتشر بتزعجني كتير سراحة لأنه المخرج اللي بيكون وراء ياخذ مسلسل بدون يعرف المثل أنه إذا كلمة يساعد المثل المخرج هذا تارجتنج نجاح أو فشل مسلسل وهذه مشاكل المثلين المثلين بيوصل لمرحل بيحس حاله أنه هو أهم واحد عقار ما فيه شيء مهم متعاند تشارك بالخبرات لأنه يون تنطل أحسن شيء عن عيه مضبوط لحكي وليدي اللي بنقال أنه في ممثلين وممثلين تحديدا بيرفضوا يعملوا ريبتيسيون ما ما بعرف أنا 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 بالآخر هيا عند حلين تجيب عليها أنت اختبرت يا بدي اختبرت أكيد ما بتقبل أوقات أنا معلمة من متل ما بقولوا background أنه أوقات في مخرجين بتفسير الناس وبتعطي للممثل ويتكون عبتصور بس بيخدم على المشهد بتصير بس مش بالمطلقة أنا ما بعمل رهيرسل هدا هيا بتصير مع أهم مخرجين من العالم بتصير بس بيكون تعمل بقلو I will give you my space لبدا كي عمول لبدا كي أنا عندي هذه ولكاميرا كيف عم تحرك عم تغطيك بيعطيه ثياتري كالاكت حكينا عن الأعمال الدرامية بدي أحكي عن الكليبات كمان تبعت حركة كونك مخرج طبيعة تابعة الكليبات مش كي بس بحاول يعني في مؤخرة هياك عسرية مثلا رامي عياش سكاكر السكر فرس كرام سمع مايا ديب زياد برجي خسرنا بعض حضرتون شفتون حبيتون هولي هلا كتير جديد حبت حبت الفنانين بحب الفنانين كتير شو أصدك بعتبره جواب لا بعتبره بالنسبة لرامي عياش بديلك رامي بوجودة تحية ومين عمله طبع رامي فادي فادي كمان بوجودة تحية كمان مافي مشكلة بس اللي بقلو يه انو اليوم الكليب اللي عمله رامي صراحة ماقدر تحدده كله حضرت بارت منو تكون معك سريح هنا البارت ننزل لونلاين شوف تقريبا الجاوية اللي هو environment white أو set up white وهيكي مضبوط dancers لبسين أسوأ اي ومعه الفيفي عبدو راقص مصري تقريبا هاي دي اذا بدك الconcept يعني هو التوست انو بس رامي الكليبات اللي بيعملها رامي ماانو هدا هو رامي عيش اليوم بتشوفه بغير مش انا يعني انا اليوم مشتغلت مع رامي اللي بشوفه عم بعمل فيريش نكات رامي يعني رامي مع سعيد المروق ماانو بقى رامي الليوم اللي عم يعمل الكليبات سوالي عمله مع سعيد اليوم يعتبر ultimate في حلين يا بدو يليق افكار تانية original تا يقدر يعمل بوست اكتر او بدو يكون عم يعمل شيء بمستوى او اعنا من الكليبات اللي عملها بس ما حضرت كيب فارس فارس كمان حضرت قطشة بحديث فيه بنات عم ترقص بنت لونة غامق يعني بتزوج فتاة لونة اي هلا اي هلا فارس اخ وصدير شغلان على لعبة العنصرية خلصنا من لا هو ضد عم يفجل انا ضد لا بس هادي هادي ما بقى بتبيع مع الناس يعني لانو اصلا العنصرية مش موجودة بالنسبة لأيلي انا بقى يعني اللي بعد بفاكة العنصرية وقف الزمن ما عمل 20 سنة من الاخر يعني بس انا بما عم بتواجه عم بيحكي عن الفكر هادي الفكر منو فكر فنان هادي ازا بوافق على الفنان على الفكرة لانو انا عم تقول له سبع كليبات لفارس كلا متبه من انجح كليب بيته لفارس انا اشتغل دلو ياهن صحيح انا بي فارس صديق واخ وبحبه وبجره تحية وبركله على الكليب بس هادي رأيي انا بالكليب انو ازا هادي الفكرة هادي ما اعتمدين انو بيع ضمن ميزيك فيديو يعني بدو يضل واحد موكة بكل الاجواء العالمية وقلا يوقف عنده الزمن شو جديدة في بعض زياد برجي ومايا حبيته الوريجنال حبيته وكميل اللي بحبه لانه رجع باتغيبت من سنين يعني الكميل بحبه والكليب هيك فيه تويست الوريجنال مايا بحبه زياد برجي فنان وكميل هاي التركيبة حبيته لانه شو بتلاحز فيه مزهور اشتغل عم بيراضية اشتغل عم بيراضية شو رح نشوف صابر رباعي عندك صابر عندي اذا اراد صابر رباعي حاليا عم نحضر له انت التصوير اذا اراد ون ويك من اليوم اسبوع من اليوم بلبنين غير صابر غير صابر عندي ثلاث برامج اونلاين عم حضرهم كمان اونلاين مع برانس انترناشنال عندي كليب لنجوة كرام عم اشتغل عليه كمان اذا اراد حكينا عنه وحاليا خلصت من اكبر حفلتان بالوطن العربي مع الفنان الكبير الرائع حسين الجسمي بدار الاوبرا المصرية وهذا اول ما رجاني بتصور بتقنية الفوركاي يعني انترناشنال ما احدا عمل هذا الشيء بعد بطريقة الميوزيكل اوركسترال ايفنت او كونسرت ومع الفنان الكبير الفنان العرب محمد عبدور وعندي كذا حفل امحضرهم بالسعودية حاليا ميوزيكل كتير كبار باب السعودية كتير مهم عم يفتح اذا الله رض للفنانيين يعني عم يكونوا بطريقة الفنانين او المخرجين اللي عم يتواجدوا هوني كل واحد كل واحد عنده بارت معين بس هدف كمان انت مثل ما بقوله يكون فيه ايمان بهذا البلد اللي كمان عم تقدم لأول مرة رؤية جديدة اناها تكفيها تكون عم تشارك بهذا الرؤية بمسئولية لاني نطلق احلى صورة وانت اكيد واحد من الناس اللي بطلقوا احلى صورة نظرا لإيمانك الكبير ولعلاقتك بالأهل ولعلاقتك العائلية يعني واحد بتشوف وليد هيك بتقعيله وقصصه على الصور بشخص وليد كيف ما بتطلع فيه بتشوفه محبة وفرح من عيونه الحمد الله وهو اللي بيعكسه من جوا خافة اشياء حلوة عن جد الحمد الله ويمكن اذا ما كان هيك ما بيقدر الإنسان يقدم فن حلو ماسك بإيده رضا الله وريضا الويلد 100% والمدام والوليد بس صلى علي وكدوا منيح الشغل منيح عجبكم عم بيكدوا عم برائبوا عم يعطوا ملاحظات فيتر عم بقلي سالساعة بس تقلوا حتى ما اي حد تت تتت تتت هلأ مش وقت نحكي كتير عندك موفي ايه انا كمان بدي عطول احكي عنه بس انه هلأ عم نشتغل موفي عالمي مش لبناني مش قصة عالمي ممكن يبصر نور بطريقة انترناشن عادة ما منشوفها بفيلم لبناني من أول طلعته يعني إن شاء الله خير من نعمل علينا مثل اقوله لكن احنا قلنا حديث تاني بوقت يا سالله اكيد وليد عجاد لان احنا كتير مبسطنا انك تكون ضيفنا مخرج وليد نصيف تيف رحنا بها اللقاء معك نقول زميل قديم وليد اكيد مشرفني لا انه الناس ممكن ما بتعرف انه وليد يعني بمرحلة الدراسة كنت كمان تشتغل بالإزاعة وهيدا الشي كتير كتير حلو نكون هنا الويكيند معك وحضورك بشرفنا وكتير مهم لألنا نتمنى لكل التوفيق كل شي بتزرع وبمحبة بتحصده بنجاح تانكو انا بشكركم كتير بشكر ساعدو انجينير بشكركم بشكر الصواري سيمون المخرج سيمون سيمون تانكو تانكو سيمون سيمون ات سيمون انا بخير الا سيمون ايك اسرع سيمون لازم يتلقديم الكاميرا اي مزبوط اي خدو شي دور شي مجري كاريزما كاريزما احاولك ساميرا اصاب لبنية شكرا لك اندري داخر وودنا نقول للأصدقاء المستمعين الى اللقاء باي باي باي